سعياً إلى استقطاب الشركات السياحية السعودية وتعزيز مجالات التعاون واستعراض الفرص والتجارب التنافسية في القطاع السياحي نظمت وزارة التراث والسياحة فعالية مرحباً عمان وذلك للتعريف بجهود تطوير هذا القطاع والترويج للمنتجات والخدمات المتنوعة إلى جانب بناء شبكة علاقات وفتح آفاق للشركات السياحية العمانية خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدخول في السوق السعودي يعتبر السوق السعودي من الأسواق المستهدفة للقطاع السياحي ووضعت خطط وبرامج لاستقطابها خلال الاستراتيجيات التي وضعتها والخطط والبرامج لعام القادم وتعتبر السوق الإقليم من أقوى الأسواق الإقليمية المصدرة للقطاع السياحي بعد فتح الطريق بين السعودية و العمان يعني ما شاء الله تبارك الله سيكون فيه إقبال كبير من ناحية السياحية وفي الأشياء ثاني برضه الثقافة السعودية ما هي بعيدة عن الثقافة العمانية نفس الثقافة وبالعكس نفس البيئة ونفس الجو فبالعكس سيكون فيها تنوع وفيه إقبال شديد أنا أتوقع وتشمل الفعالية إقامة جلسات نقاشية وحوارية وتسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية للسياحة عشرين أربعين وإبراز المقاومات التي تتميز بها سلطنة عمان كمقصد للمغامرات والاسترخاء وسياحة المؤتمرات والمعارض وكذلك عقد لقاءات عمل ثنائية بين الشركات السياحية لدى الجانبين لتبادل الخبرات والتجارب خلال هذا الشهر بإذن الله باستطاعة شركات السفر والسياحة في السعودية والدول المستهدفة سياحيا أنهم يقوموا بحجز باقات السياحية بشكل كامل تجربة سلسة للغاية من الألف للياء من شركات الطيران، الفنادق، وسائل النقل وحتى الجولات السياحية توسيع شبكة الطيران يعني إحنا السعودية طبعا هي بلد كبير جدا منطقة الشرقية، منطقة الوسطى أو منطقة الغربية نحتاج رحلات مباشرة للمناطق السيحية عشان نتعرف عليها يعني ستل بالنسبة لنا يعني المعروف سلطنة عمان اللي هي صلالة واللي هي طبعا مسقط بس إحنا لسا ما عندنا يعني enough knowledge على الأذر يعني بالنسبة للوجهات السياحية الثانية يعني سمعت سحار كمان جميلة توقع الحدود الإماراتية فإحنا لازلنا محتاجين نعرف كفاية عن سياحة عمان نعرف على الأماكن المناسبة، على العروض ذاتي فعالية موحب عمان كدليل على أهمية السوق السعودي وتواصل القهود التي تعمل فيها الوزاع والسلطنة في استقطاب الأعمال في قطاع السياحة وخاصة من القانب السعودي وهذه هي باكورة للفعاليات التي تكون في الموسم القادم ويتزامن مع افتتاح الوزاع أو السلطنة لمكتب التمثيل السياحي في المملكة العربية السعودية ويأتي اختيار المملكة نظراً لأهمية السوق السعودي في رفض الأسواق السياحية وتوفر الفرص والميزات التي تعمل على تمكين السياحة ووضع الرؤى والاستراتيجيات المشتركة التي من شأنها الارتقاء بالجانب السياحي في البلدين الشقيقين اشتركوا في القناة